الجرز والسنور قال دبشليم الملك لبيداب الفيلسوف قد سمعت هذا المثل فاضرب لي مثل رجل كسر أعداؤه وأحدقوا به من كل جانب فأشرف معهم على الهلاك فالتمس النجاة والمخرج بموالاة بعض أعدائه ومصالحته فسلم من الخوف وأمن ثم وفى لمن صالحه منهم قال الفيلسوف إن المودة والعداوة لا تسبتان على حالة واحدة أبدا وربما حالت المودة إلى العداوة وصارت العداوة ولاية وصدق ولهذا حوادث وعلل وتجارب وزراءه يحدث لكل ما يحدث من ذلك رأيا جديدا أما من قبل العدو فبالبأس وأما من قبل الصديق فبالاستئناس ولا تمنع ذا العقل عداوة كانت في نفسه لعدوه من مقاربته والاستنجاد به على دفع مخوف أو جر مرغوب ومن عمل في ذلك بالحزم ظفر بحاجته ومثل ذلك مثل الجرز والسنور حين وقع في الورطة فنجوا باصطلاحهما جميعا من الورطة والشدة قال الملك وكيف كان ذلك؟ قال بيدباء زعموا أن شجرة عظيمة كان في أصلها جحر سنور يقال له رومي وكان قريبا منه جحر جرز يقال له فريدون وكان الصيادون كثيرا ما يتداولون ذلك المكان يصيدون فيه الوحش والطير فنزل ذات يوم صياد فنصب حبالته قريبا من موضع رومي فلم يلبس أن وقع فيها فخرج الجرز يدب ويطلب ما يأكل وهو حذر من رومي فبينما هو يسعى إذ بصر به في الشرك فسر واستبشر ثم التفت فرأى خلفه ابن عرس يريد أخذه وفي الشجرة بوما يريد اختطافه وفي الشجرة بوما يريد اختطافه فتحير في أمره وخاف إن رجع وراءه أخذه ابن عرس وإن ذهب يمينا أو شمالا اختطفه البوم وإن تقدم أمامه افترسه السنور فقال في نفسه هذا بلاء قد اكتنفني وشرور تظاهرت علي ومحن قد أحاطت بي وبعد ذلك فمعي عقلي فلا يفزعني أمري ولا يهولني شأني ولا يلحقني الدهش ولا يذهب قلبي شعاعا فالعاقل لا يفرق عند سداد رأيه ولا يعزب عنه ذهنه على حال إنما العقل شبيه بالبحر الذي لا يدرك غوره ولا يبلغ البلاء من ذي الرأي مجهوده فيهلكه وتحقق الرجاء لا ينبغي أن يبلغ منه مبلغا يبطره ويكرهه ويسكره فيعمى عليه أمره ولست أرى لي من هذا البلاء مخلصا إلا مصالحة السنور فإنه قد نزل به من البلاء مثل ما قد نزل بي أو بعضه ولعله إن سمع كلامي الذي أكلمه به ووعى عني فصيح خطابي ومحض صدق الذي لا خلاف فيه ولا خداع معه ففهمه وطمع في معونتي إياه نخلص جميعا ثم إن الجرز دنى من السنور فقال له كيف حالك؟ قال له السنور كما تحب في ضنك وضيق قال وأنا اليوم شريكك في البلاء ولست أرجو لنفسي خلاصا إلا بالذي أرجو لك فيه الخلاص وكلامي هذا ليس فيه كذب ولا خديعة وابن عرس ها هو كامن لي واليوم يرصدني وكلاهما لي ولك عدو فإن جعلت لي الأمان قطعت حبائلك وخلصتك من هذه الورطة فإذا كان ذلك تخلص كل واحد منا بسبب صاحبه كالسفينة والركاب في البحر فبالسفينة ينجون وبهم تنجو السفينة فلما سمع السنور كلام الجرز وعرف أنه صادق قال له إن قولك هذا لشبيه بالحق وأنا أيضا راغب فيما أرجو لك ولنفسي به الخلاص ثم إنك إن فعلت ذلك فسأشكر لك ما بقيت قال الجرز فإني سادن منك فأقطع الحبائل كلها إلا حبلا واحدا أبقيه لأستوثق لنفسي منك ثم أخذ في قرض حبائله ثم إن البوم وابن عرس لما رأى دنو الجرز من السنور أيسى منه وانصرفا ثم إن الجرز ثم إن الجرز أبطأ على رومي في قطع الحبائل فقال له ما لي لا أراك مجدا في قطع حبائلي فإن كنت قد ظفرت بحاجتك فتغيرت عما كنت عليه وتوانيت في حاجتي فما ذلك من فعل الصالحين فإن الكريم لا يتوانى في حق صاحبه وقد كان لك في سابق مودتي من الفائدة والنفع ما قد رأيت وأنت حقيق أن تكافئني بذلك ولا تذكر العداوة التي بيني وبينك فالذي حدث بيني وبينك من الصلح حقيق أن ينسيك ذلك مع ما في الوفاء من الفضل والأجر وما في الغدر من سوء العاقبة فإن الكريم لا يكون إلا شكورا غير حقود تنسيه الخلة الواحدة من الإحسان الخلال الكثيرة من الإساءة وقد يقال إن أعجل العقوبة عقوبة الغدر ومن إذا تضرع إليه وسئل العفو فلم يرحم ولم يعفو فقد غدر قال الجرذ إن الصديق صديقان طائع ومضطر وكلاهما يلتمسان المنفع ويحترسان من المضر فأما الطائع فيسترسل إليه ويؤمن في جميع الأحوال وأما المضطرف في بعض الأحوال يسترسل إليه وفي بعضها يتحذر منه ولا يزال العاقل يرتهن منه بعض حاجاته لبعض ما يتقي ويخاف وليس عاقبة التواصل من المتواصل إلا طلب عاجل النفع وبلوغ مأموله وأنا وافل لك بما جعلت لك ومحترس منك مع ذلك من حيث أخافك تخوفاً أن يصيبني منك ما ألجأني خوفه إلى مصالحتك وألجأك إلى قبول ذلك مني فإن لكل عمل حينا فما لم يكن منه في حينه فلا حسن لعاقبته وأنا قاطع حبائلك كلها غير أني تارك عقدة واحدة أرتهنك بها ولا أقطعها إلا في الساعة التي أعلم أنك فيها عني مشغول وذلك عند معاينة الصياد ثم إن الجرز أخذ في قطع حبائل السنور فبينما هو كذلك إذ واف الصياد فقال له السنور الآن جاء الجد في قطع حبائلي فأجهد الجرز نفسه في القرض حتى إذا فرغ وثب السنور إلى الشجرة على دهش من الصياد ودخل الجرز بعض الأحجار بعض الأجحار وجاء الصياد فأخذ حبائله مقطعة ثم انصرف خائبا ثم إن الجرز خرج بعد ذلك وكره أن يدنو من السنور فناداه السنور أيها الصديق الناصح ذو البلاء الحسن ذو البلاء الحسن عندي ما منعك من الدنو إلي ما منعك من الدنو إلي لأجازيك بأحسن ما أسديت إلي هلم إلي ولا تقطع إخائي فإنه من اتخذ صديقا وقطع إخاءه وأضاع صداقته حرم ثمرة إخائه وأيس من نفعه الإخوان والأصدقاء وإن يدك عندي لا تنسى وأنت حقيق أن تلتمس مكافأة ذلك مني ومن إخواني وأصدقائي ولا تخافن مني شيئا واعلم أن ما قبلي لك مبزول ثم حلف واجتهد على صدقه فيما قال فناداه الجرز رب صداقة ظاهرة باطنها عداوة كامنة وهي أشد من العداوة الظاهرة ومن لم يحترس منها وقع موقع الرجل الذي يركب ناب الفيل المغتلم ثم يغلبه النعاس فيستيقظ تحت فراسن الفيل فيدوسه ويقتله وإنما سمي الصديق صديقا لما يرجى من نفعه لما يرجى من نفعه وإنما سمي العدو عدوا لما يخاف من ضرره والعاقل إذا رجى نفع العدو أظهر له الصداقة وإذا خاف ضر الصديق أظهر له العداوة ألا ترى تتبع البهائم أمهاتها رجاء ألبانها فإذا انقطع ذلك انصرفت عنها وربما قطع الصديق عن صديقه بعض ما كان يصله منه فلم يخف شره لأن أصل أمره لم يكن عداوة فأما من كان أصل أمره عداوة جوهرية ثم أحدث صداقة لحاجة حملته على ذلك فإنه إذا زالت الحاجة التي حملته على ذلك زالت الصداقة زالت صداقته فتحولت عداوة وصار إلى أصل أمره كالماء الذي يسخن بالنار فإذا رفع عنها عاد باردا وليس من أعدائي عدو أضر لي منك وقد اضطرني وإياك حاجة إلى ما أحدثنا من المصالحة وقد ذهب الأمر الذي احتجت إلي واحتجت إليك فيه وأخاف أن يكون مع ذهابه وأخاف أن يكون مع ذهابه عود العداوة ولا خير للضعيف في قرب العدو القوي ولا للزليل في قرب العدو العزيز ولا أعلم لك قبلي حاجة إلا أن تكون تريد أكلي ولا أعلم لي قبلك حاجة وليس عندي بك ثقة فإني قد علمت أن الضعيف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة من القوي إذا اغتر بالضعيف واسترسل إليه والعاقل الصالح والعاقل يصالح عدوه إذا اضطر إليه ويصانعه ويظهر له وده ويريه من نفسه الاسترسال إليه إذا لم يجد من ذلك بدا ثم يعجل الانصراف عنه حين يجد إلى ذلك سبيلا واعلم أن سريع الاسترسال لا تقال عثرته والعاقل يفي لمن صالحه من أعدائه بما جعل له من نفسه ولا يثق به كل الثقة ولا يأمنه على نفسه مع القرب منه وينبغي أن يبعد عنه ما استطاع وأنا أودك من بعيد وأحب لك من البقاء والسلام ما لم أكن أحبه لك من قبل ولا عليك أن تجازيني على صنيعي إلا بمثل ذلك إذ لا سبيل إلى اجتماعنا والسلام انتهى باب الجرذ والسنور ترجمة نانسي قنقر